ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الطبقة الطحفة ده وهي كبسة اللحمة بطريقة سهلة وبسيطة ان شاء الله تعجبكم جدا والتوابل بتاعتها اللي انا حطاها رهيبة نخليها طعمها طحفة والرز دي طعمه رهيب وبصوا اللحمة ما شاء الله دايبة خالص بصوا عاملة ازاي يعني دايبة دوبان كده جملة جدا هنشوف بقى ما قدرنا ونشوف عملناها ازاي بس الاول مرة يشوف القناة يريد بقى يعمل سبسكريب ويفعل جرس التنبيه ويحط لي كده تعليق حلو تشجيع اللي يلا بينا كده نقول بسم الله ونبدأ اول حاجة كده معي حلع النور مسخناها كويس احط فيها معلقتين زيد زي ما انتو شايفين بالشكل ده كده بجند تحفة جدا لازم تجربوها طعمها رهيب هنسخنا بقى كويس بالشكل انتو شايفينو ده على النور علشان لما نزل اللحمة تاخد معي صدمة على طول تمام كده انا مش هقول على كميات محددة لان كل واحد يعمل الكمية اللي تنزبه تمام هنزل بقى باللحمة بالشكل ده زي ما انتو شايفين كده اتابع معي بس الخطوات هازل اقول لكم ان هي سهلة جدا واحلى حاجة ان انت هتعملي الوصفة دي كله في حلة واحدة. يعني مش هتخلق يعني مش هتستخدمي موعين كتير ومش هتتعبي في موعين لان هي حلة واحدة بس. اللي احنا نستخدمها في الوصفة بتاعة النهاردة. همقيم كده. اهو. انا بقى نزلت اللحمة كده زي ما انتم شايفين. هخليها تاخد لون. وبعد كده هقلبها. تمام? بصو اهي انا عايزة هاللون ده كده. فانا هقلب طبعا ان انتم شايفينه ده كله. لحد ما ياخد لون معي. ونشوف بقى هنضيف علي ايه من التوابل بتاعتنا. ايز اقول لكم التوابل ان انا هحطها هتخلي طعمها فضيع. ما تنسونيش بقى زي ما قلت لكم في اللايك. ويتعليق حلوة كده اشجعوني. عشان اتشجع اكتر وعمل فيديوهات. تمام? اهو كده لازم بقى اديها لون كده تاخد صدمة. لازم كلها تاخد لون ويحد. تمام? اهو. نشوف بقى التوابل اللي احنا هنحطها عليها. حاجات بقى او عايز اقول لكم يعني التوابل هتبقى سهلة جدا علينا. ان شاء الله. بصوا ده لامون مجفف. وقرفة. وكم حبيت قرنفل. وكم حبيت اه حبهان. او هيل زي ما بيقولوا عليه. اه نزلت كده على اللحمة. بالشكل ده. اهي خلاص كده خدت لون كلها معايا. تمام كده. وهحط بقى ورق راورة. اهو. عايز اقول لكم بقى الحاجات دي بتدي طعم وبتدي تستحلو جدا. رهيب بجد. لسه بقى هنشوف هنحط ايه تاني عليه. مش هنستكفى بكده دول بس. لا في اضافات تانية هتضوف من التوابل. آآ بس انا بقى هحط واحدة ماجي. آآ دي اختياري بس انا بحطها بجدب الطعم اللحمة جدا. وبتخليك كبسة طعمها رهيب. تمام? اهو واحدة بس. حابة تحطيها حابة مش حابة ايه دي حاجة ترجع لك برضو. وهقلب كده بقى تقليبة حلوة. ان شاء الله المقادير دي كلها اللي انا هضفها واللي ضفتها حطها في صندوق الوصف. هنجيب بقى عليها آآ التوابل تاني. وهقول لكم ايه التوابل اللي هنضفها. بس الاول هحط بصلوية كده مقطع آآ صغير بصلية واحدة. يبقى انا كده هشوحت اللحمة حطيت بصلوية. حطيت ورق رولة حطيت مجفف. اللي هو اللومي. حطت قرفة خشب. آآ قرنفل حبهان. بصو بقى اللاصفر دوت. آآ دي توابل الكابسة. من عند العطار وفلفل اسود وكزبرة. وقرفة. وصبع بهارات. هتقولوا لي ليه حطيت مع توابل الكابسة بقيت التوابل دي. هقول لكم عشان هتخليها طعمها طحفة بجد. آآ ممكن تستكفوا بالتوابل الكابسة. بس لا احطوا معها التوابل دي. واشوفوا الطعم في الاخر عمل ازاي. بجد بجد هتدعو لي على الطعم ده. واحط معلقة واحدة كركم. انا طبعا هحط كركم تاني. بس انا هكتفي دلوقتي بمعلقة واحدة. مش عايز اقول لكم بقى الريحة قلب البيت ازاي رحتها فضيعة جدا. آآ عمتا لما التوابل بتتشوح كده في قلب الحلة. بتدي تست وريحة فضيعة. بصوا بقى دي مياه مغلية من الكتل. اللي يزم يا جماعة نحط مياه مغلية. ما ينفعش احط مياه سقعة وهي الاول والحاجة اللي في الحلة سخنة معي ما ينفعش. نازم تبقى مياه مغلية. تمام? بصوا بقى بتغلي ازاي? هتغلي كده بتاع ربا ساعة. واحط طبعا شوية السكر اللي انتو شايف نمدل. بتاع نفس معلقة كده. مش اضاير طعمها ولا اي حاجة بل بالعكس. هتساعد عن هي تستوي بسرعة. وما تاخدش وقت معانا عن نور. آآ انا بصوا هسويها وخليها نية حاجات بسيطة. آآ الباق اللي يعني الباق اللي هيبقى نية ده. ده طبعا هيستوي مع الرز. تمام كده. هغطيها بقى ونرجع تاني. اهي خلاص بصوا. هي خلاص كده استوت فادلها حاجات بسيطة قوي. هنزل بقى بالرز كده. الرز دوت. رز بس ماتي هندي. ان هو مسفر شوية كده. والحباية بتاعته طويلة شوية. آآ لما تروح الجبيء لانهم عايزة رز هندي. او رز بسمتي هندي. حلوة جدا. والطعمه كمان جميل جدا. آآ بصوا بقى لو بالنسبة للمية آآ آآ انا بحط مقدار آآ يعني مش هادر اقول لكم مقدار قد ايه. عشان مش كله زي بعضه وهيعرف يزبط المقدار. بس بصوا انتوا تحس ان المية هنقصها شوية مش كتير. والله لو احتاجنا مية هنحط. بس انا مش هحتاج مية تاني. تمام? آآ حط بقى كده شوية ملح. اهو بالشكل ده. وهحط معلقة من الكركم برضو مع الملح ده. يبقى انا كده دفت اخر حاجة الملح. والا والكركم. عشان تدينا اللون الاصفر اللي احنا شوفناه في اول الفيديو دوت بجد طعمها وشكلها وريحتها رهيبة. اهو بقى بالشكل ده. بصوا يا مش محتاجة مية خالصة المية بتاعتها مضبوطة تمام. وهو غطيها بقى. آآ تاخد غلوة كده وبعد كده هوط عليها زي وزي الرز بتاعنا المصر العادي. ياخد الغلوة بتاعته وبصوا اهو. المية تشربت. آآ هوط عليه. بصوا شكله عامل ازاي ولونه طحفة. خلاص كده بقى هوط عليه. اهو بصوا بقى استوى ازاي. بصوا شكله عامل ازاي بجد وتحفة. ما شاء الله حلوة جدا. اهو بقى بعد ما غرفته. رأيكم انتم عايزين تحطوا مكسرات تحطوا. آآ مش عايزين براحتكم. وطبعا بيبقى جنبه صلاتة الدقوس. بس انا مش هعملها. انا حطي كده زيتون. من انا كنت مقللنا معكم قبل كده. آآ لكن مش هعمل الصلاتة. وطبعا الحاجات دي بتبقى براحتكم. ومكسرات برضو اللي بتتحطوا فوقيها برضو دي بتبقى حاجة اختياري. تمام? آآ يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم كده. بصوا عامل ازاي? بجد تحفة. مقربوها وان شاء الله تعجبكم وتقولوا رأيكم في التعليقات. لان بجد والله مش عايز اقول لكم يعني من حلوةها وحلوة الرز مش عايز اقول لكم طعمها عامل ازاي? رهيب. والرز دا بص واحدة بوحدتها. ومفلفلة ازاي? ودي الزتون اللي انا كنت مخلي لها قبل كده معيكم. آآ ما شاء الله اسطوا وحاجة يعني كده تحفة. يارب يكون الفيديو عجبكم. آآ وان شاء الله نتقابل الفيديو جديد ووصفة جديدة. واسبكم فرعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.